الحياة الموضوع ده موضوع هام للغاية وخطير جدا منذ أيام قليلة تردد أنه الاتحاد المصري لكرة القدم لن يتحمل المصاريف الخاصة بإجراء المساحات الخاصة بكوفيد ناينتين نعرفين قبل كده كان الاتحاد المصري لكرة القدم بيتحمل هذه التكلفة كاملة ومن ثم اعتادت الأندية على هذا الوضع وكل نادي كان بتعمل مساحات كاملة لعدد أعتقد حاجة وثلاثين شخص وحتى كان الخطابات القديمة مداد عن هذا العدد والنادي عايز يعمل يعمل على نفقته لكن العدد الرئيسي اللي هو اللاعبين بالاحتياطيين بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية كلام ده كله كان بيتحملوا اتحاد الكرة اعتردت منذ أيام أن اتحاد الكرة المصري قد قرر أن لا يتحمل هذه التكلفة ومن ثم أصبح الأمر خطير للغاية عندما تأكد هذا الأمر لدرجة أنه بيراميدز النهاردة اعترض على إقامة مباراته أمام النادي المصري من منطلق أن النادي المصري ما عملش مساحات يعني النادي المصري وفقا لكلام بيراميدز وتأكد هذا الكلام أنه ما عملش مساحات قبل المباراة يعني لقدر الله ألف مليون بعد الشر لو لاعب أو اتنين من النادي المصري عندهم كوفيد ومش باين عليهم أعراض واختلطوا مع لاعبين آخرين سواء زميلهم أو بيراميدز ينتقل الفيروس وتبقى مشكلة كبيرة جدا 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 وحتى وصل الأمر إلى أنه بيراميدز ما كانش عايز يبدأ المباراة وبعد اتصالات مع اتحاد الكرة والحكاية والرواية طلب أنه الطبيب الخاص بالنادي المصري يكتب إقرار ويمضي عليه أنه اللاعبين بتوع النادي المصري كلهم سلام سلبي ما عندهمش أي حاجة خاصة بكوفيد وعلى مسؤوليته لكن أنا يا فرحتي بتوقيع على مسؤوليتي وبعديني نطلع واحد عنده كذا أو كذا نهارده خطاب راح مبارح لجميع الأندية في الدور الممتاز بالنص الآتي من اتحاد الكرة للأندية السادة أندية القسم الأول عناية السادة المدير التنفيذي الحاقة لخطبنا المرسل لسياداتكم رقم كذا بتاريخ 10-12-2020 الخاص بنظام وشروط بطولة الدور العام للموسم الرياضي 2020-2021 نوده أن نشير إلى ما جاء في البند رقم 17 على 6 اشتراطات طبية بالخطاب سالف الذكر المتضمن ما يالي واحد يقوم النادي بعمل التحليل اللازمة الخاصة بكوفيد 19 لكل من اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق في أحد المراكز الطبية المعتمدة من خلال المعامل المعتمدة من اللجنة الطبية بالاتحاد المصر للكرة القدم ويتحمل النادي جميع التكاليف الخاصة بالتحليل وبناء عليه فإن الاتحاد يؤكد على ضرورة سداد المبالغ الفعلية عن الفترة السابقة حتى 28-2-2021 اللي هي السابقة أيضا بالإشارة إلى البند 17 على 7 بالخطاب سالف الذكر المتضمن ما يالي يلتزم النادي بعمل التحليل اللازمة للكشف عن فيروس كوفيد 19 قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة وتقديم النتائج قبل موعد المباراة بـ 24 ساعة فإنه في حالة عدم التزام النادي بعمل التحليل اللازمة بأحد المعامل المعتمدة وتقديم النتائج قبل موعد المباراة بـ 24 ساعة فسوف يتم توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 10 ألاف جنيه عن كل لعب مشارك دون وجود نتيجة التحليل المشار إليها بعليه وتضاعف الغرامة تباعا والاتحاد المصري لكرة القدم لديه الثقة الكاملة في تعاونكم من أجل نجاح مسابقة الدور العام وتفهمكم للمصلحة العامة لللعبة ولذا فإننا نأمل أن يتم تنفيذ ذلك حتى تخرج مسابقة بما يليق بسمعة الكرة المصري اشتركوا في القناة